من تابع نحن ويكون أحبئنا وبهالفقرة بيشرفنا نرحب بحضور أستاذ أنتوان الحاج نائب رئيس منظمة اليازة بلبنان أهلا وسهلا فيك أستاذ أنتوان ومعك بدأ نحكي عن هالأزمة المتفاقمة اللي ما عم تنتهي يعني حوادث السير المروعة القتلة والجرحة دايما في خسير بشرية ومادية وبكل مناطق اللبنانية هل من إحصاء دقيق لكل الضحايا اللي عم يسقطوا بهالحوادث وإذا بدنا نحكي عن أسباب حوادث السير اليوم أكيد الأسباب عديدة بدنا نحاول قد ما بنقدر نضوّع لهيدا الموضوع يعطيكم العافي وألا أوهيكم هلأ بالنسبة للإحصاء لا ما في أرقام دقيقة لأنه عادة وقت بيصير حوادث تنقول جرحة أو وفيت أو شي من هنو بتروح الإحصائيات لصليب الأحمر اللي هني بيكونوا هني على الأرض وبتروح الإحصائيات كمان لقوى الأمن الداخلي بس شو اللي بيصير شو اللي بيخلي الإحصائيات ما تكون دقيقة هي أنه في أشخاص بيكونوا جرحة وقت الحادث بس بعدها بشي شهر أو مش ضروري شهر يمكن شهرين ممكن ستة شهر يتوفوا من جراء الحادث هؤلاء ما بيقولوا يعرفوا في يوم ما بينحسبوا من ضمن الضحايا أكيد لأنه اللي راح اللي توفى يوم الحادث هذا اللي بنحسب بس واحد ضرر جسديا ومرد تنقول من جراء الحادث وبعدها بمدى ميت ما بيعرفوا فين يمكن يموت ببيت يعني ممكن يكون العدد مضاعف ايه أكيد هي الأعداد أكتر واقعيا هي أكتر من اللي الموجودة بين إدان قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر الليبناني وبتزايد يعني كل سنة عم بتزيد هالأعداد عن سنة وهالضحايا والحوادث مع أنه في توعية عام تنشر وجمعيات المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني نحكي عن الجهات المعنية بشكل مباشر مين الأشخاص المعنية بشكل مباشر ذكرت قوى الأمن الداخلي ذكرت الصليب الأحمر يعني هؤلاء اللي بيحضروا ديما تقصد المعنيين بالتوعية ولا المسئولين عن الحوادث سنرجع بعدين نحكي عن المسئولين عن الحوادث المعنيين بالتوعية هن عدة فرقاء نعم وفي بعض الفرقاء لازم يلعبوا دورهم بشكل فعال أكتر المعنيين بالتوعية اللي بيعملوا التوعية هن جمعيات مثلنا مثل اليازا وفيه جمعيات تاني بلبنان بتشبهنا الكل اللي بيعرفوها ما بدي ساميتها ما بيين انو عمنام دعاية بس فيه جمعيات كتير بتشبهنا كمان بتعمل توعية ونحن فاعلين على الارض بشكل دائم فيه مؤسسات فيه رعاية بتعمل توعية رعاية مش ضروري يكون جمعيات طعنا بالسير يمكن يمكن خور الرعية بالضيعة هو يحب يوعي بزرف معين ولد الشبيب اللي عنده على حوادس السير بيقدر كل انسان متل كيف باي عم ينصح ولاده الاهل دورهم بالتوعية عم نحكي حوادس السير كما دورهم بيغير امور المدارس دورهم بالتوعية المدارس دورهم بانو هن يدعو او يعملوا توعية داخلية او اذا بيفضلوا متل ما كيف بيقول المثل لبنان يعطيه خبزك للخباز يستدعو جمعيات متلنا نحن نعمل توعية للطلاب يلي هن صاروا قراب انو ياخدوا دفتر السويقة بالعمر هذا دور مدارس دور كتير مهم وهون اللي بدي اقول انو المدارسي لازم يلعبوا دور اكتر فعالية بهالموضوع باي طريقة ممكن يكونوا اكتر فعالية؟ يعني مفترض كل جروب تلميذ او كل اذا بديك جينيريشن كل جيل بيوصل لعمر الترمينال يعني العمر الفلسفي اذا بديك يمكن الباك بريمير بارتية او دوزيان بارتية لازم مفترض المدرسة تأمن محاضرة لانوهم على الاقل بالسنة مرة واحدة مع احدى الجمعيات المتلنا ما لازم تقطع سنوات السنوية الدراسة السنوية بدون ما يكونوا تلميذ قطعوا بمحاضرة مثل هاي يعني من بعد السنوية ما شوف هالطلاب بلش يتحضروا ليكونوا سائقين بلش يقودوا سيارات وبالتالي كان المفترض انو يوعوا قبل وهيدا دور المدارس وهون بدعي المدارس من خلالكم انو يلعبوا هالدور بشكل فعال لانو من منظرения انا من رقي انا الشخصي مش الياذغاء انا الشخصي برقي ليزمي يعبوا دور اكتر يعني في نقص بهذا المكان بها النقطة هي ايه هلا الاهل كتر خيره كثيرهم الاهل نحن اليومaring نواجه جيل شوي متحرر اكتر من جيلنا نحنا وبالتالي من الصعوبة إقناعه بس بقدروا يلعبوا دور بطريقة منطقية بطريقة حكيمة البي والأم يقعدوا مع أولادهم يحكون متل كأنه أصدقاء يوعون إنه إذا عملت هيك في خطر هيك هل الكل بيعرف يعني قوانين القيادة الصحيحة؟ لا ليوم نحنا كيف تنشأنا وكيف تعلمنا نسوق سيارات؟ كلنا كأجيال يعني عم تتويلة وقداش في من مراجع معنية ومن معاهد متخصصة تتعلم قيادة السيارات ما في يعني ما هون أنت حطيت إصبك على الجرح المسؤولين المعنيين يلي هني مفترض يعلموا الناس على القيادة برجع بلك هني المدارس بكتقليلي شو خاص المدارس؟ مدارس بيعلموا فيزيك بيعلموا مات بيعلموا فرنسي بيعلموا إنجليش لا في مناهج تُعطى بالمدارس للميز الصغار يلي هني بالتكميلة يمكن حتى أنا منفكر بطوال السنين الدراسية؟ حتى للسيجندير للدراسة السنوية في مفترض علموهم شوي يعطون لمحة عن قانون السير عن الإشارات بشكل إذا بدك ترفيهي ما هو إشي حلوة تنعرض على الحائط وبخبرون هاي الإشارة شو بتاعني هاي كذا بيعطون ممكن يعملون مثل فيديوز صغيرة بيفرجون إشياء إشياء على شكل صور متحركة بيدرس قادرين يوصلون لهم فكرة بشكل حلو بشكل ينبسلوا فيها الطلاب هيدا دور المدارس بشكل إن دورهم أساسي مبدئي بيرجع بيجي الدور التكميل الفعال هو دور مدارس السويقة نعم أو مكاتب السويقة بلبنان يلي هلأ إن شاء الله إنه هلأ بالمرحلة الجديدة حسب ما نحنا معلوماتنا إنه عم بيحضروا ليكون امتحان السويقة جدي مش متل ما كانت المتل مش متل ما كان اللي يصير بالماضي ياخدوا دفتر السويقة بدون امتحانات يعني بالضبط هيدا كانت مشكلة ومسكرت النفع من وراها وصار فيه خبار مع القضاء وهالأمور هيدا ما رح نفوت فيه يعني بنعرف كتير أشخاص عندهم دفتر السويقة بس ما بيسوقوا لأنه كانت كانت الحصول على دفتر السويقة بدون امتحان كان سهل لقاء دفع مبلغ من المال بوصايت يعني بالضبط ووصايت ومصاري هلأ حسب ما عم نشوف إنه عم يشتغلوا بشكل جدي تيكون فحص السويقة جدي ومتى كان جدي يعني وصلت المعلومات رجعوا هلأ للجدية؟ رجعوا للجدية ولا بعد؟ عم بيحضروا هلأ بعد ما بلش بس عم بيحضروا اللي مبين إنه عم يشتغلوا بجدية إن شاء الله إنه يكفوا مع الإدارة الجديدة اللي هلأ موجودة بالنفع إن شاء الله بنتأمل خير يعني تنحكي عن أسباب حوالي السسير والأسباب كثيرة وعديدة قدي اليوم بدنا نزيل هذه الأسباب لنقدر نحافظ على صحة المواطنين ونبعد الخطر عنهم هلأ في ثلاث عناصر هني لازم يلعبوا دور فعال مثل معنا المدرسة بالتنشئة مدرسة السويقة بإعطاء الكفاءة للسائق تسير عفي السوق ويعرف القانون وآخر عنصر لازم يلعب دوره والأهم هو الدولة بتطبيق القانون القانون باليبنين هو جيد بس الدولة هلأ لسبب أو لآخر يمكن ما عندهم الكادرات الكافية ما عندهم أوكي هذا غير موضوع بس الدولة لازم تشتغل على تطبيق القانون وتفعيل العقوبات نعم ما بيتطبق لأنه ما بيلتزم المواطن إذا ما كان فيه عقوبة وقانون السائر الجديد اللي نعمل بالألفين واثناش وصدر بالخمستاش هو قانون جيد جدا وقانون عصري ونحن اللياسة شركنا بإعداد بعض بنوده وكان فيه كان فيه فعالي كان فيه كتير إذا بدك جهات كتير من الجهات المعنية شاركت بإعداد قانون السائر معنا بمجلس نواب لا القانون جيد جدا هو قانون عصري أسوة بقويني الدول الحديثة بس المشكلة إنه بده يتطبق مش ده الحبر على ورق نعم الدولة بدأت لعب دورة هون نعم دعنا نحكي عن الأسباب يعني اليوم قديش الطرقات قديش البنات التحتية قديش وضع الآليات يعني اللي على الطرقات وحالة السائقين اللي ممكن تكون ما بنعرف كيف مزبوط سؤالي كتير مهم خلينا نحكي عن البنات التحتية بالأول نعم متل ما كلنا بنعرف إنه البنات التحتية هي بحالة سيئة بلبنان أكان من ناحية الإنارة أو من ناحية الحفر لعى الطرقات أو إذا بدك المساند اللي بتنوضع على جانبي الطريق حتى السائق ما يقلب أو يتهور بالوادي أو الفواصل بتنحط بين الطريق أو تخطيط الطرقات في طرقات مش مزيحة والإنارة شغلة كتير مهمة الإشارات سير لازم تكون محطوطة شغالة بالضبط الإشارات الضوئية اللي هي مش شغالة إشارات السير العلمات اللي بتنحط على جواني بتنقاط يمين يسار قف كلها العلمات الإرشدية والمينفر تتوجه يعني للاتجاهات مزبوط هذه مفترة تكون موجودة بشكل مكسف هلأ البنية التحتية هي وجبة الدولة لازم الدولة تبلش تشتغل على تستحسين البنية التحتية مين بالتحديد؟ يزارة الأشغال وزارة الأشغال بشكل هي اللي معنية بالأشغال على الطرقات وزارة الدخلية معنية بتطبيق القوانين عبر قوى الأمن مجلس الوزارة بشكل خاص هو اللي بده يخذ القرار هو اللي بده يعمل مثل الدفشة تبلش ويشتغله لا الدولة كلها معنية نعم هاي واحد هلأ بما إنه بما إنه البنية التحتية بلبنان هي سيئة وبما إنه ما عم بيكون في تطبيق للقوانين فعال من قبل من قبل قوى الأمن الداخلي يعني من تلك أنه الشغلة فينا نقول فوضى عارمة مزبوط فوضى عارمة السائق فتح حسابه هوني وجبيت السائق كل سائق يمشي حسب نظام القيادة الوقائية نحن منقلها القيادة الدفاعية ونحن باليازة بنعطي دورات فيها القيادة الوقائية أو الدفاعية شو يعني القيادة الدفاعية يعني هي تعني القيادة الوقائية يعني الدفاعية شو يعني يعني السائق هو عم بيسوق سيارته من شغله لبيته أو العكس أو حياله مطرح لازم يسوق بشكل دفاعي طيب يحمي حاله؟ بالضبط يحمي حاله بشكل وقائي دفاعي يعني وقائي يعني يدفع عن حاله هاي دي برامج الايادة الدفاعية نحنا عنا برنامج متكامل لها منعطيها دورات كاملة 8 ساعات كل دورة لصائقي الشركات يلي بسوقه شاحنات لصائقي المدارس اللي عندهم اوتو كاريت كيف لازم الشوفير يسوق بشكل وقائي يحمي حاله من الحوادث وما ينخرط بالحوادث وبالتالي يقدر حصول الحادث قبل ما يصير هل من الممكن هاي دا يصير بنعرف الحوادث بتصير بسواني وممكن تكسر الدنيا لانه بيبقى السائق ماشي بطريقة غير وقائية لو ماشي بطريقة وقائية وعم بحلل الطريق قدامه هاي دي احدى الاستراتيجيات بالبرنامج هو السائق اللي ما عم بيشوف عم بيشوف صورة قدامه عم بيشوف صور متتابعة نعم كل صورة بده يشوفها بده يحللها بالمنطق اللي عنده ويعرف مسبقاً هاي دا السائق اللي هونيك شو بده يعمل شو عم بيفكر يعمل وبالتالي ياخد موقف دفاعي قبل ما هي داكي يتصرف بشكل هجومي ويحمي حاله منه عملية بترتكز على التحليل وعلى استراتيجيات والتحليل المسبق والتحليل المنطقي والزكي والسريع الشخص بده يكون كتير سريع ليتجنب الوقوع بالحوادث بده يكون سريع بالتفكير بس ما بده يكون سريع بالسرعة نعم صحيح نعم نعم في حوادث تير بيقدر تجنب السائق قبل ما تسير إذا بسوق بشكل وقائي رغم مساوئ البنية التحتية ورغم تصرفات السائقين الآخرين السيئة وحتى يعني عدم التقيد بالسرعة الموضوع على الطرقات يعني بيحددوا السرعة بس ما حدا بيتأيد بهذا الموضوع في أوقات في علامات سرعة على الطريق مفترض أنه ما تكون موجودة يجب تتغير فيها بعدها لها علامات خاطئة يعني فيه ترقاط كانت من أربعين سنة كان يمروا عليا بالنهار تنقول خمسين سيارة أو مئة سيارة لنقول كانت السرعة عليا ستين اليوم صار بيمروا عليا ثلاث تلاف سيارة بالنهار يعني السرعة لازم تكون يمكن خمسة وثلاثين بعدهم حطين علامة ستين من أربعين سنة وبالتالي السائق الزكي ما بيقدر يقول طيب خيمة أنتوا العلامة ستين اللي سرعة ستين أنا ماشي لا أنت بدك تقدر شكل الطريق كيف هو عرضها؟ كيف زحمة تسار عليها؟ في هذه الأيام يمكن كان فيها دكان أو دكانان عالطريق اليوم صار فيه عشرة سوبر ماركت وثلاث أفران وبالتالي الدخول والخروج أنت ما فيك تمشي ستين هاي كمان إحدى إذا بدك الأنظم المنعلمة بالإيادة الدفاعية هاي ده اليوم مين بيهتم فيها؟ مين بيهتم بتغييرها؟ حتى وزارة الأشغال يعني من بإعاز من البلديات؟ يعني هي بتوصلها؟ بل داخل النطاق البلديات هاي اختصاص البلديات مباشرة السلطة البلديات الداخلة بس طرقات العامة لا قبوزات الأشغال عم نحكي بالبلدات بالقربة بطيعة جوة البلدية البلدية هي الي بتهتم أكيد وهون بشكرك لأنك لفت فوقتيني عن موضوع البلديات البلديات مطالبة أول شيء بتحسين البنية التحتية ضمن النطاق البلديات تخطيط الطرقات ضمن النطاق البلدي ووضع الإشارات وعلمات السير والإشارات الضوئية حتى ببعض الوقت ومطالبة حتى بتفعيل دور الشرطة البلدية بتنظيم المرور داخل النطاق البلدي يعني الشرطة البلدية مش مسلة لحراسي الشرطة البلديية بتنظم المرور عطاقات وعطل قلب الضيعة من جوة بتعمل زبوطة تعمل زبوطة نحنا بلبنان ما عليش بدينا اعتذر منك. بالبنان اخلينا بالاملية. نعم. بقلب الضاعة انه هالشرطة البلدية هني ملاد الضاعة وهيدا رابطنا يا عمي كي بدي عمله الظبط ولا وهيدا بنخيلتي وهيدا بنعمتي. لا. في نظام في قانون. لازم يتطبع على الكل. نعم. ووضع الطرقات وهندسة والمفارق والزواريب والطرقات اللي ممكن تكون باتجاه واحد وممكن باتجاهين. وكل هديه الامور قداش ممكن تكون سبب لحوادس السارع ايضا. يعني لانها مش مدروسة بشكل كافي. مزبوط. وفي شي بنحنا منقله نقاط سوداء. نقاط سوداء يعني ممكن يكون مسلا تقاطع ببلدي معينة. هالتقاطع حركة السارع او تنظيم السارع لها خطأ. اوكي. يمكن لازم يكون تنظيم السارع من هالميل مش من هالميل. وبالتالي لانه من هالميل عم بيعمل حوادس عطول. نعم. مين بيحدد هيدا الموضوع سيد انتوان. مين بيحددوا البلدية كامل. لما عم بيصير في حوادس كتير ضمن نقطة معينة. مفتر البلدية تشوف لاي. في عندها مهندسين البلدية. في عندها خبراء. حتى بتقدر تستعيم بخبراء من الخارج. مش ضروري من عنده من ضمن الكادر البلدي. بتقدر تستعيم بخبرات من عندنا او من عند غيرنا. بمهندسين. انو شوفوا لي لي عم بيصير حوادس. بيجو بيعملوا دراسة معينة. بيلايو انو لازم الانعطاف يكون اوسع. الكوع. الكوع لازم يكون اعرض. هيدا المفرق ما لازم يكون هون لازم يكون ابعد خمسين متر لورا. هيدا هيدا الانحناء الطريق ما لازم يكون هيك ممكن لازم يكون هيك. انا ماني مهندس هالا. بس انو شغلت ما نسيد بيعرفو. يعني هيدا من من الامور اللي ممكن نشوفها ونشاهدها. وبعد في كتير اسباب تانية. بس الوقت عم بدهمنا ببقى عنا وقت كتير. راح نحاول قدم نقدر ننشر هالتوعية بحلقات جاية ازا اللي راد. بدنا نشكرك سيد انتوان الحاج نائب رئيس منظمة اليازة لبنان. على حضورك معنا يعطيكم الف عفوة.